سحب رعدية قوية وفرص عالية لأمطار غزيرة وتحذيرات جدية من مخاطر السيول من المتوقع أن تنتقل حالة ماطرة للقطاع الغربي من المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم وتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء كل من جزان وعسير والباحة والطائف وتتساقط الأمطار بغزارة بمشيئة الله في هذه المناطق وتكون مترافقة بزخاتنا البرد ونشاط للرياح الهابطة في بعض الأحيان أيضا مع وجود فرص عالية لجريان السيول والأودية ونراقب هنا في مركز تقس العرب احتمالية عالية لتأثر مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بهذه الاضطرابات الجوية وهو ما قد يجعلها عرضة لهطولات نطرية خلال الأيام القادمة وقد تمتد بعض هذه السحب نحو مدينة جدة لتؤثر عليها أما على شكل رياح حابطة مثيرة للغبار أو على شكل زخات رعدية متفرقة من الأمطار وتشير التوقعات بانتداد النشاط الرعدي ليؤثر على أجزاء واسعة من المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية من المملكة وهو ما يعتبر أمرا نادرا في مثل هذا الوقت من العام وعلى صعيدا آخر من المتوقع أن يعود الاستقرار للأجزاء الشرقية والوسطى للمملكة وذلك بالتزامن مع ارتفاع حاد وكبير على درجات الحرارة لتلامس في الرياض نهاية الأسبوع 47 درجة مئوية و50 درجة مئوية في حفر الباطن مطلع الأسبوع القادم بعض التوصيات بخصوص هذه الحالة الجوية أولها من خطر شدة العواصف الرعدية والسواعق أيضا من شدة غزارة الأمطار في بعض المناطق وخطر جريان الأودية والسيول تحذير من كثافة زخات البرد التي قد تكون متراكمة أحيانا وأيضا من شدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية وما قد يرافقها من موجات غبار نتمنى السلامة للجميع وفي حال أردتم بعض المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب دمتم في أمان الله